طيب لو دخلنا على النوع الثالث من المواد الهندسية اللي عندي اللي هي البوليمرز او البلاستيكات طبعا غاني عن التعريف يعني قد ايه صناعة البلاستيك وتطبيقات المنتجات البلاستيكية دخلت عندنا بقى في عندنا صناعة الادوات الرياضية من البلاستيك بقت في عندنا ادوات التعبئة والتغليف من البلاستيك ادوات المائدة من البلاستيك حتى بعض منتجات السيارات وادوات الركوب بتتعمل من البلاستيك فالحقيقة البلاستيك بيخش معانا دلوقتي في التطبيقات الحياتية بصورة يعني كبيرة جدا لأسباب عديدة الحقيقة من ضمنها خفة الوزن وعدم التأثر بالصدى الشكل الجمالي الحلو الألوان المبهرة اللي ممكن ان انا اضفها للبلاستيكات باضافة بعض الصبغات المعينة وخلافه طيب طب عايزين نشوف البلاستيك ده يعني لما اجابص عليه هو بيتكون من ايه فهو عشان نعرف ده لازم نقول نبص على الاسم فالاسم عندي بوليمر هو الحقيقة مكون من مقطعين ويمكن كتير من المعلومات اللي هنقولها دلوقتي احنا مرين عليها سريعا كده في إعدادي لكن برضو احنا بنكررها هنا وبنحاول نحن نستفيد في الشرح شوية عن البلاستيك فبولي معناها متعدد او مني ومر معناها بارت او جزء يبقى لما نحط او نركب المقطعين مع بعض بوليمر يعني معناها الجزء المتعدد او الجزء المتكرر وهو ده في الحقيقة اللي بيحصل في البلاستيك بالضبط يبقى احنا بنقول هنا ان البلاستيك هو اساسا مواد بعضوية تركبها داخل فيه كعناصر اساسية الكربون والهايدروجين وبينضاف لي بعض العناصر التانية الغير معدنية زي الاكسوجين النيتروجين السيليكون الفلور وخلافه علاوة على ذلك they have very large molecular structures often chain like in nature that have a backbone of carbon atoms طب تعالوا نشرح الجملة دي بيقولك علاوة على ذلك انهم عندهم البوليمر لما تيجي بقى تبصلها تحت المايكروسكوب الالكتروني هو عبارة عن سلاسل طويلة قوي من الموليكولز الموليكولز اللي هي الجزيئات يعني نقدر نقول ان هي عبارة عن سلاسل أو عبارة عن حاجة كده عاملة زي السلسلة الطويلة قوي ولكنها مش مستقيمة لا هي واخدة التعروجات وشيفز زي ما هي عايزة كده والشين like structure دي الأساس بتاعها الباكبون يعني اللي هو العمود الفقري بتاعها هو زرات الكربون مع زرات من الهايدروجين متحدة معها في صورة الصورة دي بقى تختلف من عنصر إلى آخر لما أبص لقي عنصر منهم أخذ عنصر منهم ولاقي أنه بيعمال يكرر نفسه يكرر نفسه فيبقى هو ده المونمر أو الجزء المتكرر اللي احنا كنا بنسميه في الميتالز اليونت سيل هنا هو مونمر يعني هو جزء متكرر ولكنه جزء متكرر أحادي الاتجاه ما هواش سلاسي الأبعاد زي الميتالز ده هو أحادي الاتجاه بس الاتجاه نفسه ممكن ممكن بقى يبدأ يلف معايا حسب طول السلسلة أو الليتشين دي أو المولوكيلر ويد ده بتاع البوليمر زي ما هنشوف يبقى آدي العمود الفقري أو المونمر زرات الكربون هي تبقى العصب كده وطالع منها أو متحد معاها زرات هايدروجين زي ما بنقول بقى ده بقى ممكن يختلف حسب نوع البوليمر نفسه طيب البوليمر بيزيكس اليونت سيل ده بقى بتاع البوليمر دوت أو المونمر ده ممكن يبقى أحادي فايبقى الدجري أوف بوليمرزيشن يساعد واحد ايه هو الدجري أوف بوليمرزيشن هنقولها دلوقتي أو خلينا واني خلينا نقولها هنا علشان برضو نبقى احنا ماشيين على ايه هو الدجري أوف بوليمرزيشن أو اختصارا الدي بي دجري أوف بوليمرزيشن ريبريزيشن يمثل زي أفريج نامبر أو ريبيت يونيتز أو مونمرز ايناتشين يعني متوسط عدد الواحدات المتكررة في السلسلة الواحدة طيب نرجع بقى تاني بسرعة يعني لو عندي السلسلة عبارة عن وحدة وحدة فقط فيبقى الدجري أوف بوليمرزيشن بتاعتها هو واحد لو عندي السلسلة هو عبارة عن وحدة متكررة وجنبيها وحدة زيها في الحالة دي بنسمي الدجري أوف بوليمرزيشن دايمر أو السلسلة بنسميها دايمر والدجري أوف بوليمرزيشن رقمه هيبقى تنين لو عندي واحدة دجري أوف بوليمرزيشن مكونة من واحد وواحدة متكررة وعليهم اتنين مع بعض فيبقى وهكذا بحيث ان انا عندي degrees of polymerization في الحالة العامة بقى هو العدد الوحدات المتكررة لغاية لمشين دي تتقطع او بمعنى اصح متوسط عدد الوحدات المتكررة دي قد ايه طيب واحد ممكن يسأل ويقول طب هو البوليمر اللي انا بشوفه كده بالعين المجردة ده هو فيه كم سلسلة من دول لا ياه هو فيه حقيقة مئات الملايين من السلاسل ده احنا هنا بس رسمينها كده علشان نتخيل بتاعي لكن هو في الواقع السلسلة دي ده ده وان اتوم او يعني اكثر اكبر قليلا ممكن يبقى سابتة اتوم مثلا العرض بتاعه طبعا احنا عارفين ان الاتوم يعني نص قطره صغير جدا وبالتالي العرض ده صغير جدا طيب هو ده بيتحط ازاي علشان اشوف يعني السلاسل دي بتتجمع كده مع بعضها ازاي عشان اشوف في النهاية شيط بقى شيط مثلا من البلاستيك او بار من البلاستيك او مصورة من البلاستيك هي بتتجمع كده بقى مع بعضها بشكل يعني عشوائي في كثير من الاحيان وبشكل كريستالاين او شكل ممتزم في بعض الاحيان بمئات الملايين بتبقى عاملة كده زي بالزبط الماكرونة الاسماجيتي اللي في الطبق بعد ما اتطبخت يعني بتبقى كلها متدخلة هذه السلاسل بتكون متدخلة مع بعضها وفي النهاية بشوف انا بالعين بقى المجردة الستراكشور ككل بالزبط في المتالز زي في المتالز واحنا بنشوف اليونت سيلز اللي في المتالز ما بنشوفهاش لكن المئات الملايين من اليونت سيلز دي لما بتيجي تترص جنب بعضها بتديني الكريستالاين استراكشور بتاعي اللي انا بشوفها في الاخر على هيئة المنتج اللي بيكون قدالي طيب طب السلاسل بقى دي ممكن تتجمع مع بعضها ازاي ممكن تبقى لينير زي كده يعني تبقى سلاسل ملهاش على قبعات يعني مجرد سلاسل مشية طبعا ممكن تكون موازية وممكن ما تكونش موازية يعني تكون متدخلة كده مع بعضها زي ما قلنا زي العاملة كده زي الماكرونة الاسباجيتي في الطبق ممكن يكون السلاسل دي خارج منها فروع قصيرة زي كده دي اللي احنا بنسميه طبعا النوع الأولاني بنسميه لينير ستراكشور أو لينير موليكولر ستراكشور النوع التاني البرانشد برانش يعني فرع فده بنسميه البرانشد موليكولر ستراكشور النوع التالت اللي هو ان تبدأ ان الفروع دي تتصل او ترتبط مع السلسلة الجارة لها تبقى حتعمل لي حاجة زي كده يعني بيبقى فيه هنا واصلات ما بين السلاسل وبعضها ففي الحالة دي بنسميها كروس لينكد موليكولر ستراكشور وفي النهاية خالص لما لو الاتصال ده بقى في السري دي بقى يعني بقى الفروع كمان واخد البعد التالت فبنسميها نت وورك موليكولر ستراكشور تماما وطبعا الدوائر كل دائرة من هنا معناها ان الشكل ان ده واحد مونمر يعني ده زي ده زي ده زي ده وهكذا طيب طب احنا ليه بندرس الاستراكشور بتاع البوليمرز دي لان الحقيقة هو ده اساس استنباط او انتاج انواع جديدة ومتقدمة من اللداء اللي عندي فبندرس مثلا بندرس الدجري اوف كريستالينيتي اوف سيمي كريستالين بوليمرز اون الدينستي الاستيفنس الاسترينس الاسترينس الدكتاليتي يعني بنشوف تأثير الكريستالينيتي دي اللي هي مقدار البلورة احنا قلنا ان السلاسل دي ممكن تبقى موجودة على هيئة يعني شكل عشوائي او بتكون شكل شبه منتظم او شبه كريستالي اللي احنا بنسميه سيمي كريستالين او شبه تكراري فبندرس التأثير ده على الكسافة على الصلابة بتاعتها على المقاومة على الممطولية بتاعتها كل ده الحقيقة بيأثر كتير في معرفتي ليه الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الفوليمر عندي كمان لو عرفت الكروس دجري اوف كروس لينكينج يعني دجري اوف كروس لينكينج يعني كل وحدة اطوال هنا بشوف الاتصال اللي هنا كام كام شعيرة او كام فرع بيتصل لكل وحدة اطوال هنا فلو عرفت هذا الكلام برضو ده الحقيقة بيعرفني او بيديني معلومات هامة جدا عن الربر لايك ماتيريالز اللي هو الستيفنس بتاعته اللي هي المطاطية بتاعت المادة نفسها هل هي مادة فيها مطاطية ولا فيها ولا بتكسر على طول كمان البوليمر كيمستري عن ميلتينج اند جلاس ترانزيشن تيمبريتشر ده برضو معرفتي للستركشور بتاع البوليمر بيعرفني معلومات كبيرة كتيرة قوي عن حاجة مهمة جدا اسمها الجلاس ترانزيشن تيمبريتشر ايه بقى هي الجلاس تيمبريتشر دي؟ هي درجة الحرارة اللي تحتها البوليمر عندي بياخد الشكل الجامد اللي هو لو حبيت تتنيه كده يتكسر معك زي بالضبط الإزاز وفوق الجلاس ترانزيشن تيمبريتشر دي البوليمر بياخد الشكل المطاطي اللي هو ياخد ويدي معك بدون ما يحصل له كسر هتقول لي طب هي دي درجة حرارة محددة طبعا لأ هي بتختلف من بوليمر لآخر ومن طريقة إنتاج لطريقة إنتاج فما بقدرش هنا ان انا اقول او ان انا اديها رقم محدد يعني طيب انواع المونمرز بقى عندي عندي مثلا زي حاجة زي البولي إيسيلين عندي المونمر اللي هو ده C2H4 عندي البوليفينايل كلورايد او اختصارا احنا كلنا نعرفه باسم البي في سي البي في سي عندي زرتين كربون ثلاثة هيدروجين ووحدة كلور زي ما احنا شافين يعني فيه واحدة من الهيدروجين استبدلت بالكلور فداني او عملي البي في سي البي تي اف اي اللي هو بيستخدم فيه التعبئة اثنين كربون واثنين فلور يعني اللي كل واحدة كربون يعني او اثنين كربون واربعة فلور توتل البولي بروبولين البولي بروبولين اللي هو بيبقى ابيض وبيستخدم يعني ليه تطبيقات كتيرة قوي في صناعة السيارات مثلا ده بيبقى اثنين سي وثلاثة اتش وبعدين معاهم بدل الاتش الرابعة يبقى فيه عندي سي اتش سري البوليستيارين وهكذا عندي عندي خلافك عندي كل واحد من دول ليه ليه ايه المونمر الخاص به المونمر ده على فكرة ممكن يكون معقد اوي ممكن يبقى كبير اوي زي ما احنا شايفين هنا زي البي اي تي البي اي تي ده اللي هو الكياس البلاستيك الشفاف اللي بنستخدمها في التعبئة شايفين المونمر بتاعه معقد جدا البولي كربونات البي ام ام ايه برضو من الحاجات الشهيرة فالحقيقة هي كلها قايمة على الكيميا وقايمة على العلم فيه ازاي ان انا اعمل الارتباط بالعناصر دي مع بعضها عشان يديني في النهاية البوليمر المطلوب طيب اصنف ازاي بقى البوليمر ممكن اصنفها وفقا لدرجات الحرارة بحيث ان انا اصنفها اه 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 وفقا لطبيعة اه 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 تصرفها مع رفع درجة الحرارة فلو عملت كده هقول ان البوليمرز ينقسم الى قسمين اساسيين ثيرمو بلاستيك و ثيرمو سات طيب نتكلم الاول على الثيرمو بلاستيك الثيرمو بلاستيك بوليمر الاستراكشر بتاعها هو لينير او برانشد الثيرمو بلاستيك هي بتنصهر وتنساب لو سخنتها يعني بتبقى عاملة زي المعادن كده بالظبط يعني لما باجا سخن المعدن لدرجة الانسهار بيتحول الى سائل واقدر ان انا ارجع اعيد صبه ده اللي بيحصل برضو في الثيرمو بلاستيك ان انا اصهره اصهر الثيرمو بلاستيك دوت بقدر ان انا اعيد صهره easy to process with application of heat يعني بقدر ان انا اعمله تشغيل او تشكيل لو رفعت درجة حرارته بيتأثر خواصه بتتأثر بالحرارة جدا الانديفيديو والبوليمر موليكولز عندي في يعني يعود معايا فترات طويلة بدون ما يحصل له بوليمريزيشن يعني ما يحصلوش التحلل مع الوقت كمان easy to handle easy to handle يعني بنقدر ان احنا ان المناولة بتاعته ما يحصلش وانا بنوله ان هو يتطبق او يتكسر او خلافه recyclable ودي من الحاجات النقطة اللي هي بقت يعني يعني hot topic زي ما بيقوله او من الحاجات اللي بقى بيتبص عليها جامد قوي انها يمكن اعادة استخدامه كمان ممكن اعمله عملية لحام لو عندي جزء منه كسر فبقدر ان انا الحمه وبالتالي قابل للاستخدام post formable برضو post formable معناه ان هو ممكن ان انا يعني يكون عندي شكل وبعدين الشكل ده اشكله هو نفسه على هيئة اخرى ان انا بسخنه واعمل فيه بعض التعديلات في الشكل نفسه طب دي المميزات طب العيوب ايه ممكن انه هو يحصله مع لو جس البوليمر ده معرض لدرجة حرارة والفترة طويل اوي ممكن انه يبدأ انه هو يعني يغير ابعاده ويفقد ال ايه بقى الخواص بتاعته زي مثلا لو بستخدم الثيرمو بلاستيك ده في الجوانات الجوان اللي هو الحاجة اللي هي بتعمل لعملية عزل السوايل فممكن مع الوقت ابوص الاقي ان الجوانات دي بتبدأ انها تنشف شوية بعض انواع منه بيبقى الفلو بروبرتيز بتاعته ما بتبقاش جيدة قوي يعني بيحصل له تجمه تسريع وبالتالي القالب ما بيتميليش بالكامل كل ده اللي هو بالنسبة للثيرمو بلاستيك طيب لو عندي بقى الثيرمو سات الثيرمو سات الحقيقة لا تصرفه مع رفع درجة حرارته يختلف كلية عن الثيرمو بلاستيك ازاي لما ارفع درجة حرارته السائل يجمد يعني نسبة الرطوبة يعني يعني مثلا لما باجي ارفع درجة حرارته بيتحول لسائل زودت درجة الحرارة السائل ده يتجمد يعني يعني نسبة الرطوبة اللي موجودة فيه تتطير وبالتالي ما بقاش بالنسبالي يمد اسف ما بقاش بالنسبال ali مادة لها فايدة لأن النسبة الرطوبة دي هي عناصر كيميائية مطلوبة فيه فبالتالي التجمد اللي بيحصل فيه ده بيبقى ايه بيبقى غير مطلوب الحقيقة ده دمع رفع درجة الحرارة طب هتقولي طب لو رفعنا درجة الحرارة كمان خلاص هيتحلل بقى بالكامل وما يبقى لهش اي فايدة كمان هو تأثير درجة الحرارة يبقى أو علشان كده هو ما بيتأثرش صورة كبيرة مع درجة الحرارة زي الثيرمو بلاستيك يعني كلمة يتأثر هنا بنقصد بيها ان انا اقدر بقى ارفع درجة حرارة وابدأ اقدر اشكل فيه زي ما انا عايز لا الحقيقة ده بيعيب ايوة الخاصية بس الاولى بس تاني تاني دلوقتي لو انت عندك الثيرمو سات دوت على شكل صولد رفعت درجة حرارة كتير قوي الصولد ده هيحصل حاجة من اما انه الصولد ده يتحلل مباشرة او انه هو يحصل يبقى ليكود وبعد ما يبقى ليكود ومع استمرار رفع درجة الحرارة يرجع يبقى جامد تاني وبعد كده يتحلل بيبقى مالوش اي قيمة طيب ازاي بقى رفع درجة الحرارة السائل يبقى جامد ما هو لما باجه ارفع درجة الحرارة فيه عناصر كيميائية فيه معرفة درجة الحرارة بتطير بتتطير منه وبالتالي بتجمده تاني فلما تجمده هو فقط جزء اساسي من العناصر اللي هي اللي هو يعني عملاه وبالتالي ما بيبقاش لي قيمة خالص فاذا الثيرموساتس دي استخدامتها في تطبيقات ما يبقاش فيها درجات حرارة عالية لان لو ترفع الدرجة حرارته خلاص الخير بتترني عشان كده لو جينا بصينا على الستراكشر بتاعه هنلاقيها كروس لينكت كروس لينكت يعني احنا شفناها اللي هي اللي بيبقى فيها تداخل ما بين الأفرع وما بين السلاسل فيمكن ده يفسر لنا ايه اللي بيحصل اللي بيحصل مع رفع درجة الحرارة الفروع دي الروابط دي بتبدأ تتكسر وبالتالي ما بقدرش أرجحها تاني ما بترجعش لوضعها تاني لما درجة الحرارة تنزل وبالتالي خلاص بقى الستراكشر بتاع الثيرموسات ده بالكامل فقد شكله عشان كده هو في النقطة الرابعة هنا ايال لك ان الكروس لينكت يعني بيدي ثبات حراري يعني ان الكروس لينكت ده انا متوقع ان انا لما ارفع بقى درجة حرارته اصهر بقى واصد بواعمل لا الكروس لينكت ده بيدي ثبات حراري فما بيديش الفرصة لدرجة اللزوجة دي انها تتم في الثيرموساتس وبالتالي خلاص بي يعني بوصل لمرحلة عند حرارة معينة الروابط دي بتتكسر ما بقاش هو المادة اللي انا بدأت بيها خالص من انواعه الايبوكسيهات الانساتيوريت البوليستر الفينايليستر الفينول فورمالدهايد كل دي من انواع الثيرموساتس طبعا مميزاته هو البسكوسيتي بتاعته قليلة اللزوجة بتاعته قليلة جود فايبر ويت اوت فايبر ويت اوت هنا معناها انه الرطوبة اللي فيه يعني ما بتبقاش كبيرة الاكسلانت ثيرمال ستابليتي وانس بوليمرايز يعني تكلمنا عليها فوق اللي هي اول ما تشكل المادة دي اتشكلت في عملية الانتاج بتاعته فخلاص بيبقى في عندي اتزان حراري جيد جدا لي كمان مقاوم للتفاعلات الكيميائية الى حد ما كمان ما بيتأثرش بالحرارة مع الزمن يعني يعني مثلا هو معرض لحرارة كيمية حرارة قليلة بس على زمن طويل فلاقي ان تركيبه ما يتأثرش معايا في الحرارة طويلة دي لكن طبعا عيوب ان هو هش جدا غير قابل لاعادة الاستخدام لان زي ما احنا قلنا هو لو 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 عندي جزء اتكسر وعايز يعني اخذ الكلام ده وسياحه وعيد استخدامه لو سياحته خلاص هو فقط فقط طبيعته فقط الكيميكا الكمبوزيشن بتاعه اساسا كمان طبعا يعني ما هواش يعني ما اقدرش ان انا لو عندي جسم معقد جدا وعايز ان تجو على مراحل ده بيبقى صعب جدا غالبا هو هي صبة واحدة بس للجزء ما بقدرش ان انا زي ما قلنا اسخن وشكل لمرحلة تانية فدي طبعا العيوب الاساسية بتاعته طيب ايه بقى الديفينيشن اللي اتعلمناها او اللي يهميني ان احنا نبقى عارفينها لما نيجي نتكلم على اللداء او البوليميرز اولا الديجري اوف بوليميرزيشن شرحناها هي الـ الموليكيلر ويت ات السيمبلي زي ديجري اوف بوليميرزيشن تايمز زي موليكيلر ويت اوف زي مونومر بقصد بيها ايه ده الحقيقة هو الوزن الجزئي لطول سلسلة واحدة من سلاسل البوليمير اللي عندي اللي هو الوزن الجزئي بتاع العدد المونومرز اللي عندي في الوزن الجزئي اللي المونومر ده طيب الثيرمو بلاستيكس شرحناها طبعا دلوقتي ده اختصارات ليها والثيرمو سيتس اللي هي لسه تكلمين عنها يمكن الزيادة هنا ان يعني طبعا الروابط التساغمية هنا بتكون قوية فده بيديها قوة شوية وبيديها يعني في درجة حرارة الغرفة عشان كده عشان كده احنا بنقول they are generally harder and stronger than سيرمو بلاستيكس and have better dimensional stability بلاستيكس